السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ياربا كلكم في أحسن حال فيديو النهاردة بأمر الله معنا عمل فني رائع هتحبوه جدا يلا بينا ندخل في الفكرة بسم الله أول حاجة بقى معايا جبت الكرتونة طولها 16 في 9 سنطي بالشكل ده كده ورسمت جواها مستطيل وهبدأ أفرغ المستطيل بالقطر بالشكل ده كده طبعا هعمل في القطعتين بنفس الطريقة بالشكل ده كده وطبعا هعمل القطعة التانية زيها تمام ندخل بقى على اللي بعدها دي قطعة كرتون 23 في 17 سنطي تمام من تحت است 3 سنطي من كل الجهة يبقى في النص 11 سنطي وحددت ومن فوق حددت النص وبدأت بصوا أوصل بالطريقة دي كده زي ما انتوا شايفيني كده بالزبط اهو بدورانا كده اهو يا جماعة بدورانا كده بحيث ان تحتها يبقى 11 سنطي في النص 17 سنطي اهو بصوا شايفين بالشكل ده كده وقصتها وهبدأ ارسم الشكل ده جواها وهفرغوا برضو بالقطر بصوا الفكرة دي عبقرية وشيك شياكة مش طبيعية القطعة دي عملت منها قطعتين التانية بس ايه عملت الشكل مدور تمام هبدأ بقى مسكهم في بعض بالشكل ده كده دي كل رائع 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 مش هيكلفك اي حاجة خالص غير هي الكرتونة ومسدس الشم مش هيكلفك الهوى وبجدد كل رائع لبيتك طيب انا مسكت القطعة هيب بعضها بالشكل ده كده يلا بنا ندخل على الخطوة اللي بعدها انا عملت قصائص من الكرتون شايفين هبدأ اقفل بقى الفتحات بشكل زائد كده اهو شايفين اللي هو الشبابيك بتاعة البيت اهو يا جماعة هبدأ اقفل كده بالشكل ده كده معاكم خطوة بخطوة ما فيش حاجة صعبة ابدا 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 اسهل اسهل ديكور هتشوفوه بجد معاكم خطوة بخطوة بجد حقيقي مش هتندموه انكم شفتوا الفيديو وان شاء الله تنفزوه يعجبكم جدا اتمنى منكم انكم تدعموني وتشجعوني بتعلاقاتكم الجميلة وبتلامكم الطيب شايفين بقى انا عملت الشكل بالكامل اهو طيب هنا بقى الشكل ده كده هبدأ ألزقه مكان الباب بالطريقة دي اهو شايفين قصيته برضو كده دورونا من فوق طيب برضو جبت قطع الكرتون الرفيعة لانا قصوها وهبدأ بقى تزين الباب كده انت عايزة تزيني باي طريقة تانية ما فيش مشكلة خالص طبعا ايه اه زي ما تحبي هبدأ ازين الباب بالشكل ده كده طبعا بشيل الزيادات بالمقص اتمنى منكم انكم تكملوا معي الفيديو للاخر حقيقي مش هتندمو دي كل رائع وشيك جدا 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 طيب انا هوك بعد ما عملته هجيب بقى واحدة بالعرض كده هبقى ابدأ احطها بعد كده هجيب واحدة وهبرمها كده بايدي هعملها دايرة كده بايدي اهو تمام وهبدأ احطها على الباب بالشكل ده كده شكله طحفة بقى شكله حلوة اوي 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 تمام نيجي للي بعدها بقى دي قطعة طولها تمانية سانتي من الاجناب تلاتة سانتي ومن النص خمسة سانتي وهبدأ لزقها بالشكل ده كده على الباب اهو شايفين بقى شكله بدأ يظهر اهو طحفة طحفة طيب نيجي بقى للخطوة اللي بعدها تجيبي بقى اي ورق اي ورق اللي هو الورق الابيض الخفيف ده اي انا جبت ورق اللي هو بيبقى على الاشاعة الورق اللي هو بيبقى بتاع الكرتون الخفيف اللي هو بتاع الطرط والحاجات دي تجيبيه وبدأت ارسم الرسمة دي كده وقصيته بالشكل ده يعني اي كرتون خفيف عندك شايفين بقى شكله انا اه عملت الشكل ده عشان يبقى ليه شكل من فوق طيب هبدأ لزقه بالشكل ده اهو هلزقه الاول بمسدس الشام اهو شايفين بقى ده شكله هبدأ لزق الجهة التانية بنفس الطريقة كده اهو معاكو خطوة بخطوة ما فيش حاجة صعبة خالص هبدأ بقى ايه من بعد من فوق بقى من فوق هاي بقى ايه من نازل بقى بالدورانة كده اللي انا قصيتها يبقى شكله حلوى قوي قوي هتدله شكله حلوى قوي قوي في الاخر طيب شايفين بقى شكله حلوى قوي طيب ايه الخطوة اللي بعدها دي بقى كرتونة بيد هبدأ اجيبها وبايدي بشكل عشوائي جدا بشكل عشوائي خالص هتبدأ ايه تقطعيها كده لقطع صغيرة وطويلة وقصيرة ورفيعة ودخينة كده يعني بشكل عشوائي جدا 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 تبدأ ايه تقصها بيدك طيب هاجي بقى عند التواني دي هبدأ ايه احط عند التواني عشان التواني بتاعت الكرتون ما تبقاش باينة بيبقى شكلها ايه مش حلو فهاجي عند التواني دي وهبدأ ايه بصو احطي فيها الاول وبعد كده ايه املى لجوه بقى اهو بالشكل ده كده اهو بحط على التواني الاول وبعد كده ايه املى لجوه طبعا هعمل هعمل الوش والاجناب والظهر بنفس الطريقة دي كده وهارجع لكم تاني اشتركوا في القناة طيب رجعت لكم تاني اهو بعد ما خلصته حلوة اوي بجد انا عمري ما تخيلت انه يطلع بالجامل ده تحفة تحفة بجد على الطبيعة طيب عشان بقى يبقى شغلنا كده ما فيهوش غلطة ومنصق بقى وكده من جوه بقى من تحت من هنا كده قطحت اصائيس كرتون وهبدأ احطها جنب بعضها بالشكل ده كده اهو هحطها ايه عليه بالكامل طبعا هعمل من وراء ومن قدام بنفس الطريقة اهو بالشكل ده كده وهقصقص الزيادة يعني تحطي تلزاق وتقصقص الزيادة هبدأ اعملها كده الكامل شايفين بقى شكلها بقى حلو ازاي طيب القطوة اللي بعدها بقى أصقصت أصائيس كرتون بقى طويلة رفيعة طخينة صيارة ايه برضو ايه بشكل كده ايه عشوائي مش بمقسات معينة ولا اي حاجة وهبدأ اعمل بقى السقف بتاع البيت بالشكل ده كده برضو بصوا شايفين بحطه بشكل عشوائي كده وهحط برضو منفقية اهو يعني ايه هتبصي هت يعني بجد بجد يعني بالشغل بتاعه رائع وسهل وبسيط قوي قوي وفي الاخر هتفرحي قوي باللي انت عملتي اه اتمنى منكم انكم تكملوا معي الفيديو للاخر وتشجعوني وتدعموني بتعلاقاتكم الجميلة وبكلامكم الطيب وهخلص طبعا الكمية بالكامل وهرجع لكم تاني موسيقى 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 طيبا هنا خلصتها اهو كلها شايفين بقى بدأ يظهر وعملت بقى احرف كده برضو بالكارتون الخفيف عشان ايه ما يبقى الشكله بايخ عملت الاحرف كده من قدامه وشايفين بقى شكله من قدام ومن ورا حلوة قوي بجد قوي طيب جبت بقى الكارتونة دي وقصتها على الشكل المسلس ده وهبدأ امسكهم في بعض بنفس الطريقة دي اهو هعمل منهم مربع معيك وهو خطوة بخطوة مفيش حاجة صعبة ابدا 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 وسهلة اوي 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 ولا هنلون ولا هنعمل اي حاجة هو بالشكل ده كده شايفين ده بقى شكلها ويا دي اتبقى المدخنة بقى بتاعت البيت هبدأ احطها من فوق كده بالشكل ده كده اهو وهبدأ اعملها بالورق نفس ما عملتي السقف بالزبط اهو بالشكل ده كده نفس ما عملت السقفة بالزبط هابدى اعملها. طيب ده بقى شكلها ورجعتلكو تاني اهو بعد ما خلصتها بصوا ما فيهوش غلطة واحدة غلطة واحدة ما فيهوش طحفة. طيب الخطوة اللي بعد كده اجبت الكارتونة دي وهبدأ اعمل كده آآ زي مستطيل كده صغير فيها بالشكل ده كده من الكارتون اهو. بالزبط كده يعني حوالي المستطيل ده هيبقى مثلا ايه آآ يعني البيت طبعا هتشوفي طول البيت وعرضه قد ايه هتعمليه اصغر اقل لانك هت هتنزل فيه البيت فتعملي اقل. انا جبت هنا المناديل بمية بالغرة وهبدأ بمية بغرة مخففة يعني وبعد كده هبدأ الزقه بالشكل ده كده وهلونه باللون الاسود وهرجع لكم تاني. طيب انا رجعت لكم تاني اهو بعد ما لو انتم شايفين بقى هدخل فيه البيت بالشكل ده عشان كده بقول لكم المستطيل يبقى اصغر من آآ حجم البيت اللي هتعملون. طيب جبت بقى البيض اللي انا عملت من آآ هعمل منه بقى ممر كده قدام البيت بالشكل ده كده. اهو. آآ خط كده مستقيم كده ايه قدام ممر كده مستقيم قدام البيت بالشكل ده كده. بيبقى شكله حلو قوي 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 شايفين بقى طحفة فنية. ده بقى تحط فيه حبل نور المفروض يبقى شامع اكبر يعني شامعية بتكون اكبر من كده آآ بصو بقى بيبقى منور من جميع الجهات. حلو بجد بجد ده كل رائع رائع وسهل قوي 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 وبجد جميل. اتمنى منكم انكم تدعموني وتشجعوني بتعلقاتكم الجميلة وبكلامكم الطيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.